يا جماعة من شروط لا إله إلا الله أولاً العلم بمعناها قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله اتنين اليقين بها النبي في صحيح مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة اتلاتي الإخلاص النبي في صحيح البخاري قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أربع الصدق النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار خمس المحبة النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما أحب إليه مما سواهما إلى نهاية الحديث ست الإنقياد قال الله ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن سبع القبول سواء باللسان والقلب والجوارح قال الله عن أهل الكفر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون هذا والله أعلم سلام عليكم